فاز المرشح المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي بالانتخابة الرئاسية الإيرانية بحصوله على 62% من الأصوات وفق نتائج شبه رسمية أعلنت السبت غدى تقتراع أدى في خضم أزمة اقتصادية واجتماعية ورفقته تساؤلات عن نسبة المشاركة وفد رئيس رجلة الانتخابات جمال عرف في مؤتمر صحفي أن رئيسي حصل على أكثر من 17 مليون وثمانمائة ألف صوت من أصل 28 مليون و600 ألف من أصوات المقترعين وأوضح أن هذه الأرقاب هي نتيجة فرزي أكثر من 90% من الأصوات علما أن العدد الإجمالي للناخبين الإيرانيين أكثر من 59 مليون و300 ألف ناخب ترجمة نانسي قنقر